اشتركوا في القناة 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 والسلطة العمومية الممثلة في وزارة شبيبة ورياضة بشأن ذلك المشروع المتعلق باعتماد القانون الاساسي الجديد للفاف من عدمه قبل انشغال الجمعية العامة الانتخابية حد من جانبه الرياضي والقانوني واختيار خديزتي بموقفه المتعنت والغارب وانجرى السلطة العمومية الى ميدان المعركة وكسر العظام حين راح يضع عن سوء نية هيبة الدولة وسيادتها على المحاق وهو يتمدى في توظيف ورقة تخويف بمدرب جمعب الماضي وبعقوبة المزعومة من الفيفا لتمرير مشروعه الدكتاتوري رغم انف السلطة والان تصارع الاحداث والحرب بيانات مسربة عن طريق الابواق اتحادية زتشي من حجبة الرؤية الى حين عن النقاط المهمة تتعلق بالاوراق التي تلعبها جماعة زتشي من اجل اهانة السلطة العمومية فاذ بمجرد تأمل في المحتوى والتوقيت ذلك البيان المزعوم من الفيفا بتاريخ 16 اكتوب 2020 والذي يرتكز عليه خير الدين زتشي ليس بنشره على موقع الفاف انما عن طريق دعايات موازية باشخاص محسوبين عنوة على قطاع الاعلام يقدم دلالات واضحة على ان الزج بهيئة كراوية دولية في قضية تتعلق بالاتحادية واحدة دون 210 اتحادية اخرى المنظومة منظوية تحت لوائها لم يكن على اطلاق حدث باريء بل ان البيان نفسه الذي يحمل امضاء المدعو فيرون اومبا مدير قسم جمعيات ساحبة العضوية ومنذ سطرها اولا يفضح رئيس الفاب خير الدين زجي ويجعل حاجة حجة عليه قائمة بشأن تورطه في تحريك الهيئة الكراوية الدولية لضرب الجزائر ومعاقبتها رياضيا الناس كانوا يحوسوا بشي عاقبوا الجزائر رياضيا ولعل ذلك الحرص على اختيار هذا المدعو ما صنقه المحسوب على الفيفا لعبارات تهديد السلطة العمومية بعناية من خلال مرسلة التي تعود إلى تاريخ 16 أكتوب 2020 الموجهة إلى عنوان البارد الإلكتروني لآمين العام للفاب محمد سعد وهو الذي فضح أكثر زجي وموسونغو كون ممثل الفيفا ومن مجموع 211 اتحادية رياضية ترك انطباع وهو يذكر بتاريخ 20 مارس 2017 الذي بدأ فيها خير الدين ذاتي ويستدل زمنيا بالمذكرة المنهجة لوزيز الشبيب والرياضة التي يحدد فيها تجديد هياكل رياضية جزائرية في بداية الثلاثة الأول من سنة 2021 ثم يشير إلى زيارة مجملة لممثلين الفاف ما بين 20 و22 نوفم 2019 في عهد الوازيز السابق رؤوف سليم برناوي إلى وزارة شبيب ورياضة بأنه تلقى مضمون مرسلة من أصحاب الشأن ولم يكن عليها سوى إعادة سياغتها على الورق تحمل اسم الفيفا وإمضائها وخاتمها لإذفاء الجانب الرسمي عليها لجعلها ورقة ضغط مشبوهة للفاف على السلطة العمومية يعني هنا استعمال التزوير والمزور أربعة أيام تفصل بين إيداع الفاف لنسخة على المستوى الوزارة وبيان الأول تهديد للفيفا ولافت لانتباه في تلك المرسلة بدائية وغريبة فقد استهل الكاتب العمومي خطابه موجه للفاف بما يلي في 15 جوال 2020 وجهنا لكم مرسلة التي أدرجناها كملحق في المرسلة الحالية كالتذكير يعني على اتخاذ إجراءات مناسبة بشأن مراجعة إيطار قانوني والتنظيم للفاف لتكييفه مع مبادئ ومتطلبات الفيفا وهو اعتراف صريح من ممثل الفيفا على أن الفاف تلقت مرسلتين من هذا المصونغو الأول بتاريخ 15 جوان 2020 والثانية بتاريخ 16 أكتوب 2020 في حين أن رئيس الفاف نفسه يعترف في بيان نشره بتاريخ 3 فبري 2021 على موقع الفاف بأنه أودع أول مرة نسخة نهائية لمشروع التعديل القانوني الأساسي للاتحادية على مستوى وزارة شبيبة ورياضة يوم 11 جوان 2020 ما كاذبين واحد هذا لأفريكا الذي يخدم في الفيفا يرسل هنا يدير الخاتم هذا وهذا يتطرد من الفيفا يعني ما يجعل من فرق الزماني بين إيداع زجي القانون الأساسي على طاولة وزير الوزير سيد دعلي خالدي 11 جوان 2020 وبين المراسلة التهديد بعقوبة من طرف المدعو فيرون ماسونغا 15 جوان أربع أيام فقط وهي فترة زمانية قصيرة جداً لم تكن تستدعي لقرارات سلبية لا من الفاف ولا من الفيفا حول أي تماطل مزعوم من السلطة العمومية إلا إذ كانت يعني ويشايا هو مذروق يهضر يقول لك خيانة منه ما كانوا يحوسوا على الجزائي تتعاقب رياضياً هذا الناس عنه نقولكم باللي كانوا نقولكم باللي فرنسا درتنا قنبولة بلا ما نحسوا إحنا يعني نقول لكم في خمس أيام ولا نقول لكم فرنسا درتنا قنبولة بلا ما نحسوا وسوف تارونا شوفوا المهم شاكو نقول لكم من دومي دي ساة لليوم غادي تشوفوا العجب المعجب الناس غادي يقولوا بالوثائق يقولوا حضراء عادي تشوفوا العجب والله لا ثم ستأمنوا ما ستسمعوا يعني تشوفوا تتوالح ما ستأمن الشيء العلبة وين كانوا خايفين هذا هذا الانتعادية وين كانت خايفة خايفة مجاعة يقوله كيف يعرف 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 يحبون كثيراً ويحبون كثيراً أقول لكم في الأخير العودة إلى المزرعة عبو فاريك مو من قاسي مو من شد في ذلك الخيط، شد بقال لك خيط واحد كما هكذا، شد في ذلك الخيط مو من قاسي يه، الرجل كما هك؟ هل يقول لك الرجل كما هك؟